عبرت مجموعة من نواب محافظة ديوانية عن مخاوفهم من تكرار تجربة تلك المشاريع في المحافظة ضمن خطة تطوير 42 حياً إذا ما تمت حالة جميع المشاريع البالغة كلفتها 332 مليار دينار عراقي لشركة واحدة فقط الجميع يعلم بأن الدوانية هي محافظة من كوبا وبالتالي منذ الأيام الأولى بينا هذا الموضوع وخصوصاً موضوع الخدمات وبالتالي مثل ما تفضل السيد عضو لجنة الخدمات بأنه لدينا تجربة سابقة مريرة واقعاً في محافظة الدوانية أدت إلى توقف كل الخدمات اليوم فيما يخص موضوع البنى التحتية شركة الرافدين سابقاً منذ 2011 تم حالة لها مشروع مجار الدوانية ولحد هذا اليوم أخواني متلكة للأسف ولدينا مشاكل حتى إذا كانت هناك مشاريع جديدة وبالتالي اليوم بينا أن هناك مشروع 332 مليار 242 حي في مركز الدوانية وقد أشرنا سابقاً لجهات المعنية والجهات التنفيذية بأن تكون هناك شركات رصينة عالمية حتى لا تمر محافظة الدوانية بالتجربة المريرة السابقة قبل يومين مثل ما تفضل أستاذ حيدر بأنه تم حالة هذا المشروع لشركة واحدة وبالتالي نعم اليوم نحن كجهة رقابية ننقل مخاوف الشارع الديواني بأن تكون هذه الشركة لربما تكون على غرار الشركات السابقة باعتبار شركة واحدة إذا ما تلكأت وبالتالي سيتم تلك كل هذه المشاريع التي تعتبر اليوم أمل المواطن لما يعانيه منذ ما يقارب تقريباً 15 سنة من سؤال الخدمات